انت لوحدك بتعمل الحاجة لانك بتبقى شايف انه ده الصح مش بس لان واجبك المسألة ابعد من ذلك خلي بالك انه واجبك بيتعمل بالمظبوط قوي لما بتبقى مقتنع بجد باللي انت بتعمله مش لانه دي متطلبات المهنة او متطلبات الوظيفة في امور دايما ابعد يعني اي حد في الدنيا بيتفوق في شغله انت متصور هو بتفوق ليه علشان بيروح يشتغل التمن ساعات كما يجب ومعدل انتجيته في التمن ساعات هو ده اللي موجود في الكتاب وانه في شغله ما بيغلطش ده شاطر بس مش متفوق شاطر بس مش متفوق اللي بيتفوق في شغله هو اللي بيدي دايما الحتة الزيادة طب بيدي الحتة الزيادة ليه الراجل بيبقى مهموم باللي بيعمله ايا كان نوع النشاط يعملوك ما بيشتغل في بنك فيه واحد شاطر جدا وبيعمل شغله كما يجب وفي واحد بيبقى فعلا فائق ليه؟ ده اللي في يوم من الايام بيبقى هو مدير الفرع او يبقى مدير ادارة او مدير قطاع او رئيس بنك في يوم من الايام الى اخيره ده الشخص المختلف لانه طول الوقت بيفكر هو بيحب اللي بيعمله على سبيل المثال نال حصر واحنا بنتناقش مثلا على مؤتمر المناخ المقبل قول ان شاء الله يعني يبدأ ويخلص على خير كتير اوي وخلي بالك من الجملة دي خير كتير اوي هتجد انه هي مش بس مصر اللي مهتمة بمؤتمر المناخ في شرم الشيخ نتيجة ان هي البلد اللي تم اختياره من الام المتحدة لشان ينظم هذا المؤتمر الدولي شديد الاهمية لا هو العالم كله كل تفكيره دلوقتي في هذا المؤتمر هتجي تقول العالم يفكر في الحرب ما بينها روسيا واوكرانيا هقولك دمين ما لا شك فيه بس ده وضع سياسي وعسكري وامني احنا بنتكلم على مستقبل الكوكب يعني الحرب دي زيها زي اي حرب هيجي وقتها تنتهي هي تسببت في خسائر ليه العالم اجمع للمية اربعة وتسعين دولة اه لكن لازم هيجي وقتها تنتهي الخوف دائما هنا بقى على المصلحة العامة بتاعت هذا الكوكب المؤتمر بتاع السندي شديد الاهمية يعني على سبيل المثال هتجد جون كاري اللي كان وزير الخارجية الامريكي الاسبق هو هو نفسه جون كاري اللي هو المبعوث الخاص لجو بايدن رئيس الولايات المتحدة الامريكية ده المبعوث الخاص للشؤون المناخ ده مبعوث الرئيس الامريكي للشؤون المناخ هتجد جون كاري هو اللي مسؤول عن هذا الملف قبل كده كان موجود في القاهرة إذا كنت تتذكر في العاصمة الإدارية الجديدة من حوالي شهر تقريبا أو يزيد قليلا دي نقطة نقطة تانية هو تحديدا جاي جو بايدن جاي مش دي المسألة لكن هنا بقى أشوف معدل الاعتمام بهذا الحدث في شرم الشيخ جمهورية مصر العربية جون كيري بيحفز بينصح بيحمس ملك إنجلترا ملك ريتشورد في إنه يكون موجود في شرم الشيخ أثناء مؤتمر المناخ وحتى في معرض كلامه هو كان بيتكلم على إزاي الملك ريتشورد لما كان لازال الأمير ريتشورد هو كان فيه عنده الحماس الشديد لقضايا المناخ وإنه طالما أسهم في ذلك عشرات المرات أو مئات المرات بالدعم وبالتأييد يعني بكل ما أوتي من قوة وإنه متفاهم جدا إنه الملك الآن محايدا تجاه جميع القضايا السياسية وأن القضايا السياسية هي مسئولية الحكومة بالأساس طبعا لحنا عندنا أزمة تانية في بريطانيا مسألة الحكومة المستقيلة أو رأس الحكومة اللي استقالت وتشكيل الحكومة يعني حدوتة كده لكن شو بقى هنا جون كيري بيتكلم أو بينصح ملك بريطانيا بإيه؟ بأنه حتى وإن كان من واجبه أو بالأدق تبقى للأعراف المتعامل بيها في بريطانيا أنت عارف بريطانيا ما عندهاش دستور مكتوب أنه تبقى لهذه الأعراف فالملك يبقى محايدا أمام القضايا السياسية لكن هو بينصح الملك بإيه؟ أنه هذه ليست قضية سياسية أنه قضية المناخ في هذا التوقيت هي قضية الوجود على هذا الكوكب يحمسه أنت متصوى جون كيري وجو بايدن بالأساس متحمسين لدرجة أنه بينصحه ملك انجلترا بضرورة وجوده في جمهورية مصر العربية في مؤتمر المناخ ده معناها أنه هناك إيمان حقيقي إلى أي مدى أولا بهذا أبادي القضية ثانيا بهذا المؤتمر وبقدرة هذا المؤتمر في دورته دي 27 على إيجاد حلول أو وضع خارطة طريق حقيقية لحل مشاكل هذا الكوكب في مسألة التحول من أنماط اقتصادية محددة إلى أنماط الاقتصادية الجديدة اللي هي الاقتصاد الأخضر إذن هنا بقى تبقى جمهورية مصر العربية جمهورية مصر العربية باعتبارها المسؤول الرئيسي عن هذا المؤتمر وعن فعلياته وعن توصياته وعن وقائعه وعن نتيجه وعن إدارته هي بتحمل مسؤولية الكوكب بالكامل ده معناه أن الدور المصري هو مش دور مهمه خلاص هو دور رئيسي في حل هذه المشكلات مش بس المشكلة اللي بتتكلم عليها في قضية المناخ مصر فعلا بتساهم في حل تقريبا جزء هو بالفعل جزء الأصعب من قضايا الكوكب قضايا الشرق الأوسط مسؤولية بتاعة مصر مصر طول الوقت قاعدة شغالة على حلها نقعد نتكلم على ده كتير بس عشان ما خدش وقتك أنا عايزك حتى وانت بتناقش مع نفسك سيبك من الناس بتشغلش نفسك قوي يعني بالناس وانت بتتناقش مع نفسك وبتتكلم على ايه سر الاهتمام الشديد بمؤتمر المناخ هتروح بصص كده على لقطة هي لقطة من ضمن لقطات خد بالك لقطة بتاعة الولايات المتحدة الأمريكية واهتمامها المباوت الخاص للرئيس الأمريكي واهتمامه دعوته للملك البريطاني علشان لازم ييجي ويحضر ويشارك في هذا المؤتمر إلى آخره العالم مركز مع مصر إلى هذا الحد ترجمة نانسي قنقر